لم يتوقف انقلاب يوصنعا عن الموضي في خط الحرب آملا في تحقيق أهدافهم ليست الحرب وحدها التي فرضها هؤلاء من يبقي الحل السياسي بعيد المنال في هذه المرحلة فقد ذهب الحوثيون وحليفهم صالح إلى أبعد من ذلك ووجهوا مدافعهم صوب الأمم المتحدة نفسها فقد تعرض مقر لجنة التهديئة والتنسيق بمدينة ظهران الجنوب السعودية الحدودية مع اليمن الذي تشرف عليه الأمم المتحدة لهجوم بالقذاء في مصدرها الطرف الآخر من الحدود على نحو يعكس الطريقة التي اختارها الانقلابيون لإصال ردهم على المبعوث الأممي قصف أدانه المبعوث الأممي بأشد العبارات في تغريدات له بحسابه في تويتر ووصفه بالمأساوي وبأنه لا يعكس نوايا حسنة خصوصا أن هذا القصف يأتي في وقت يطالب فيه المبعوث الأممي الأطراف بإعادة الالتزام بوقف الأعمال القتالية حين زار ولد الشيخ صنعات الثاني والعشرين من هذا الشهر كان لا يزال يأمل في الحصول على موافقة الانقلابين بإرسال ممثليهم في لجنة التهدئة لحضور ورشة عمل مقرر لها أن تعقد في العاصبة الأردنية لكن قصف مقر تابع للأم المتحدة يبدو أنه يغلق الطريقة تماما أمام مساعي المبعوث الأممي التي تواجه تعقيدات حقيقية تحول دون التآم للجنة التهدئة ناهيك عن تحقيق التهدئة نفسها المبعوث الأممي شدد على أن المبنى تم تجهيزه ليكون مقرا لأعضاء لجنة التهدئة والتنسيق مع تواجد دائما للأمم المتحدة فيه لم ييأس المبعوث الأممي حتى اللحظة من إمكانية انخراط الحوثيين وحليفهم صالح في مهمة للبحث عن حل سياسي للأزمة والحرب في البلاد ولا يزال يأمل في إمكانية التزامهما بورشة العمل التحضيرية للجنة التهدئة والتنسيق وإعادة الالتزام بوقف الأعمال القتالية في الأيام المقبلة خاصة وأن تحسن الوضع الأمني سيمهد الطريقة لتجديد الحوار السياسي بحسب بيان صادر عنه آمال عراض ما فات المبعوث الأممي يعبر عنها في سياق مسعاه لتحقيق نصر دبلماسي فشل فيه سلفه جمال بن عمر عندما كانت فرص الحل في متناول اليد وليست مبددة كما تبدو اليوم إلى حد يصعب الإمساك بها